يا راجل يا راجل ده من سطحية المسؤول من سطحية المسؤول قال لك احنا بنعيش احلى ايام حياتنا يعني بيعيش احلى ايام حياته وهو الفرق ما بينه وما بين الاهلي عشرين نقطة احلى ايام حياته وما لو روحت معي كاس العالمين عنديها مثلا وما لو قعدت في قوتيل واحد مع برميونيك مثلا اما لو كان فيه يعني مؤتمر فني يعني يقل قاعد قصادك مثلا ريال مدريد او برشلونة هتعمل ايه يعني لو ركبت طيارة او كنت مثلا في الحفلات اللي في افريقيا كاحسن نادي او مرشح لاحسن نادي هترمي نفسك من البرج يعني هتبقى فرحتك عاملة ازاي والمزيع اللي بيسأله ده يعني المزيع اللي بيسأله يقول اه فعلا صح برا اه ده 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 تتغيرته خالص انتو عملت كده ازاي والفرق بينه وبين الاهلي عشرين نقطة الفرق ما بينه وبين الاهلي انه بياخد الدوري خمس سنين المزيع ده اللي بيأكد على كلامه المزيع ده قبلها بالاسبوعين تلاتة مثلا يقول لك ايه الاهلي تعادل مع الانتاج فين الاهلي رجعو لنا الاهلي الاهلي رح فين يا جماعة الاهلي تعادل مطش الاهلي تعادل مباراة ما كانش بيحصل كده وانت خمس سنين دوري وفي الاخر عشان يختمها يعني يقول لك ايه انا اهلاوي لما تسألوني تقول لي انا اهلاوي انا بنتمي للاهلي انا بحب الاهلي اعتقد ان يعني الفرق يعشاسع جدا في سطحية الفكر سطحية الفكر بقالك 16 سنة 16 سنة بتاخد الدوري خسرته مرة واحدة 16 سنة والناس بتقول لك رجع لنا الاهلي الاعلام بيقول لك رجع لنا الاهلي 16 سنة خسرته مرة واحدة اخر خمس سنين انت بطل الدوري الفرق ما بينك وما بين المنافس المسؤول ده بيقول لك انا عايش احلى ايام حياتي يعني اخر 6 سنين المنافس ده مش التاني بتاعي اصلي يعني اسموحة الاسماعيلي المقصة النهاردة انت بتحارب على المركز التاني اللي ما كانش بيحارب معاك حد ومع ذلك لأ انت اللي المفروض تبقى احسن نادي وانت الافضل وانت عملتو كل ازاي الاستقرار عملتو ازاي عملت ازاي يعني فرق بيني وما بين الاول يبقى عشرين نقطة وابق انا عايش احلى ايام حياتي